مرحبا أصدقائي أهلا بكم في قناتنا المميزة حول فنون الطبخ اليوم سنتعلم سويا طريقة عمل بسكويت لذيذ محشو بالشوكولاتة إنها وصفة سهلة وسريعة التحضير وستكون مناسبة لجميع أفراد العائلة لنبدأ مقادير البسكويت بالشوكولاتة 1 كوب دقيق 1.5 كوب سكر بني 1.5 كوب سكر أبيض 1.5 كوب زبدة طرية 1.5 بيضة كبيرة 1.5 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 1.5 ملعقة صغيرة بكنجبودر رشة ملح 1.5 كوب شوكولاتة مقطعة إلى قطع صغيرة قبل بدء عملية التحضير كن بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية 2.5 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة بعد ذلك ضع ورقة زبدة في صينية الخبز واحتفظ بها جانبا في وعاء كبير كن بخلط السكر البني والسكر الأبيض مع الزبدة الطرية استخدم ملعقة خشبية أو مضرب يدوي لخلطها جيدا حتى تصبح الخليط ناعما ومتجانسا ثم أضف البيضة والفانيليا واستمر في الخلط في وعاء منفصل كن بخلط الدقيق والبيكنجبودر ورشة الملح ثم أضف هذا الخليط تدريجيا إلى خليط السكر والزبدة واستمر في الخلط حتى تتجانس المكونات تماما بعد أن تكون العجينة جاهزة أضف قطع الشوكولاتة وقم بتوزيعها جيدا داخل العجينة الآن حان وقت تشكيل البسكويت قم بأخذ كمية من العجينة وشكلها على شكل كرات صغيرة ثم ضعها على صينية الخبز باتساع بينها حتى تتفادى لصقها أثناء الخبز ضع صينية الخبز في الفرن المسخن مسبقا وترك البسكويت يخبز لمدة 10 إلى 12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيا فاتحا بعد الانتهاء من خبز البسكويت اتركها تبرد لبضع دقائق على صينية الخبز ثم انقلها إلى رف تبريد لتبرد تماما وبهذا انتهت عملية تحضير بسكويت الشوكولاتة اللذيذي في النهاية يمكنك الآن التمتع بمذاق هذه الحلوى الشهية ومشاركتها مع أصدقائك وعائلتك كن بتحضير كمية كافية من البسكويت واحتفظ بها في علبة محكمة للحفاظ على طعمها اللذيذي نتمنى لك قضاء أوقات ممتعة في المطبخ وتجربة وصفات مشوقة أخرى لا تنسى الاشتراك في قناتنا للحصول على المزيد من وصفات الطبخ والأفكار الممتعة شاركنا تجاربك واستفساراتك في التعليقات وسنكون سعداء بالرد عليكم جميعا إلى اللقاء في مقاطع فيديو أخرى وبالهنا والشفى لا تنسى الاشتراك في قناتنا للحصول على المزيد من وصفات الطبخ والأفكار الممتعة شاركنا